كشف سعادة سيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات أن عدد الشركات التي أكدت مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران 2022 بلغت حتى الآن 180 شركة عالمية وإقليمية ومحلية نعم الكعبي أكد أن حرص مشاركة هذه الشركات في المعرض يأتي لما تتمتع به مملكة البحرين من سمعة عالمية متميزة في صناعة الطيران إضافة إلى موقعها الاستراتيجية المتميز كنقطة وسط بين الشرق والغرب منذ أوائل القرن العشرين وحتى اليوم أشار الكعبي في الوقت نفسه لأن الإقبال اللافت للمشاركة يأتي تتويجا للجهود التي تبدلها اللجنة العليا المنظمة برئاسة سمش عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم في استقطاب مثل هذه المعاهد التعليمية والتدريبية في تنمية الموارد البشرية في قطاع الطيران بكافة أشكاله مضيفا أن المعرض سوف يساهم في زيادة الوعي والمخرجات الكوادر الوطنية والخليجية في مجال الطيران المدني والتجاري ترجمة نانسي قنقر